اشتركوا في القناة لو تلاحظ عندي الدوار الموجودة عندك في الأصفر فهذه يتشير إلى القوائم وهنا طبعا احنا راح نبدي نمثل خطوات رئيسية للعمل متمثلة بستة قوائم رئيسية إضافة لذلك إلى القوائم الفرعية اللي تنجز لك وظائف مختلفة فلو تلاحظ عندي في القائمة الأولى اللي هي الفايل أبدي بإنشاء البروجيكت وعطاء اليونس الخاصة فيه وإنشاء نظام الشبكة بعد ذلك انتقل إلى القائمة فيه وقوم بتعريف جزئيات المشروع مثلا الآن احنا راح نبدي نعرف مثلا المستخدمة والسكشن واللوتز وأيضا هناك مجموعة كبيرة جدا من الجزئيات في كل جزئية تحتاجها في مشروعك تقوم بتعريفها ضمن هذه القائمة ثم على ذلك أقوم بنمذجة المودل المالتي أعمل علي درو سواء كان عندك كولن بيم سلاب أريع وكل الجزئيات الخاصة في نمذجة المشروع ثم على ذلك انتقل وأعمل الساين الساين لأيضا الأمور يعني أنا قمت بالتعريف وقمت بالرسم مثلا أريد أقوم بوضع اللوت على الألمانس اللي موجودة عندي فأنا إيش أعمل أعمل الساين الساين بالنسبة إلى اللوت أو مثلا أنا قمت في تعريف وقمت بالرسم وأريد أعمل الساين للسكشن إلى أجزئيات أو الألمانس اللي موجودة عندي فيمكن أن أعملها من خلال القائمة الساين ثم على ذلك أقوم في عملية التحليل وعرض نتائج التحليل عن طريق قائمة الديسبلاي وأيضا عندي التصميم وعرض نتائج التصميم إذن لو تلاحظ عندي ستة خطوات رئيسية متمثلة بستة قوائم رئيسية للعمل إحنا طبعا راح نبدأ نفصلها خلال هذا البروجيكت وإما في المشاريع المستقبلية راح نبدأ نختصر هذه الخطوات الستة إلى ثلاثة فقط نبدأ نختصر الفايل والدفاين ودراو والأساين بخطوة واحدة نسميها مودلينج إنه إحنا نعمل مودلينج على البروجيكت الخاص فينا ثم على ذلك ننتقل إلى عملية تحليلها وعملية تصميمها ترجمة نانسي قنقر